الصلاة لكن قبل الاتصالات خلق لكم او حالات تحكيمي ياسف بعدها ان شاء الله تصالات بس خلق لكم ما نمى الى علمي هناك ما نمى الى علمي بلاغ سيقدم الى النيابة العامة عليك اكيد لا لا ضد مجلس ادارة احد الاندية وتحديدا امين السر وامين الصندوق في هذا النادي بسبب شبهة تزوير في تسجيل العضوية وتجديد العضوية وما يتعلق في العضوية الامر ان حصل فعلا راح ترتب عليه امور كثيرة صراحة يعني هذا الامر اذا قدم للنيابة العامة وفعلا النيابة العامة اثبتت ان هناك في تزوير في هذا الموضوع راح تصير صراحة امور كثيرة يعني امور كثيرة ما راح تطرق لها لانها تتعلق في الوضع الرياضي في الكويت بشكل عام راح تتعلق في شخصيات لها في قلها ولها وزنها في 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 الكويت صراحة اذا اثبتت النيابة العامة انه فعلا هناك شبهة تزوير انا اقول الله يستر من هذا البلاغ وان شاء الله ان شاء الله ما يكون يعني ما يكون صحيح لان يعني المقدم بحق البلاغ كمجلس ادارة بشكل عام او كامين سر وامين صندوق يعني اشخاص لهم ثقلهم صراحة في الكويت ولهم وزنهم فان شاء الله الامور تعدي على خير وان شاء الله ما تكون في هناك يعني ان شاء الله النيابة تثبت عكس البلاغ اللي سيقدم اشتركوا في القناة